السلام عليكم أنا رؤى الخميسي تلميذة فتانية باكالوريا شعبة علوم فيزيائية كتقرة في مؤسسة أي المدينة حاصلة على أول نقطة على صعيد الجهوي جهة طنجة طوال حسيمة معدل تعتاش فاصلة واحد عشرين والحمد لله هذه نتيجة واحدة تعب مدة عام وهالتعب اللي مشوا وعونونا فيه حتى الأستيدة حتى هم تعبوا معنا زعم كل التقدير والاحترام لهم على المجهودة على التضحية على كل شي عملوه معنا هذا كامل الشرح درس 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 طبعا حتى الشكر للإدارة المدير العام أستاذ جمال برهون المدير الترباوي أستاذ أمتجر حتى هو كنشكره شكر للجامع للأطر الترباوية والذي تشتغل في هذه المؤسسة وهذا ماشي دليل على أنه عامل فردي ولكن هذا هو عامل جماعي هو عامل دينا كامل بينا وعامل جماعي كنقصد بها أنه عامل ديال الدولة هذا فخر بالنسبة المؤسسة المغربية عامة المؤسسة المغربية والمدرسة المغربية أنها تحصل على هذه النقطة تسمع مثلا نقطة جدا مفرحة على الصعيد الوطني على الصعيد الجهوي كل الجهة ويجهدون ويجيبون ويجبون 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 كائنا التلاميذ بدون أن يحقوا أحدهم ويجبون 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 يدخلون سواء كانت مادسين أو مجموعة كل شخص ومشاهد ومشاهد وأنا بالنسبة لي من المثالي نختار المدينة في المدينة الأولى لأن المدينة هو دمينة فيها كتغة جانب الإنساني بصفة أولى هو الجانب الأول الذي يعطيني صراحة في هذا الدمين ثاني شيء لديي الإنجينيوري هو المدينة الثانية ومع المدينة الثانية هو المدينة السيئة بمعارضة فهذا المدينة الثانية أتمنى أن تتفاقه الجميع ومن المدينة أن يقوم بإمكانك أن يقدر مدينة بالبكالورية أو يقدر مدينة بالبكالورية كانت المتفاق كان بيبان في حياتهم كاملة البكر هو خطوة أولى مشي الحياة كاملة هي خطوة أولى بشيء أنك تفتح البيبان التي يخصك وتمشي في الأضمان التي تريدونها والتي تريدونك والمجلات التي تريدونها والحوائيات التي تريدونها وكنتمنى أن كل شخص يقوم بالشيء التي تريدها وكنتقول أن هذا كل شخص مكتب مكتب يعني مكتب يعني شي شي حاجة اللي أنا خصني غادي نمشي ليها يعني أحيانا أحيانا الحاجة اللي كنبغيها مكيت جيش بالحق يكون فيه آخر ماما فوقوبا كيفاش شنوريساس كليلون كيفاش عايش مع عموما دي جانبا دي موسيطان الشكر طبعا ماما بابا كل الشكر والفضل يعني الأم والأب ديالي لسندوني الأخ ديالي طبعا حتوا سندوني نفسيا حتى في ذيك اللحظة اللخرية ديالي المتحان كونت ستريسيا وكذا وديك ستريس كذا يعني هما وقفوا معايا وقفوا معايا ديك دقيقة اللخرية فاش كونت دخلة للمدرسة باش نقوز والحمد لله يعني قوز مزيان الحمد لله هذه النقطة هذي هي كما قلت يا نتاج ديال مجموعة من المجهودات مجموعة من التضحيات ديال الأسرة ديال العائلة ديال المدرسة يعني بصيفة عامة المدرسة المغربية أنا كان هدارة على المدرسة المغربية وكان هدارة على التتوان كان هدارة على جهة تتوان حسيمة كان هدارة على الدولة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الأستاذ رشيد الخميسي الأب ديال التلميذة الرؤى الخميسي الحاصلة على معدل 19.21 في الامتحان الوطني البكالوية وهي أعلى نقطة على مستواجهة تتوان حسيمة كأب لا أستطيع إلا أن أقول أنني فخور بابنتي وكغازل التربية لا أستطيع أن أقول إلا أن أقول أنا فخور بالمنظومة التربوية واللي كنتمي لها اللي هي لمؤسسة آية المدينة للخصوصية هذا العمل هو نتاج جهود جهود ديال الإطار الإداري والإطار التربوي جميع الأساتذة وطبعا أيضا هو جهد من ديال بن فرؤال الحمد لله أنها على طيلة امتداد المسيرة التعليمية دياله كانت دائما أقول الله الحمد من المتفوقات من الصغار من السنوات الأولى من السنوات الأولية كانت دائما تحاول أن تكون من المتفوقات مع مرات تحت على رطبة الثالثة فإذا كانت حصلت على رطبة الثالثة حصلت عليها مراتين فكانت في ذلك ما كانت تكونش مزيانة فلله الحمد أنها دائما كانت تحصل على رطبة الأولى أو رطبة الثانية أتمنى الآن من كل قلبي أنها تزيد في المسيرة ديال التفوق في المسيرة ديال النجاح دياله في المسيرة ديال الجود دياله والشكر والشكر جزيل جميع الأطور التربوية التي سروا على نتيجة دي وخاصة الأطور ديال المدرسة المغربية بصفة عامة دراسة الخصوصية ومدرسة العلمية بصفة عامة وما كلهم منظمة ديال التربية والتعليم بالمغرب وشكرا جزينا لكم وشكرا لليوم 24 وشكرا للصديق المتاكير وتحية الحكومة الرحيم صلاة والسلام على مولانا رسول الله أولاً كنشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة الكبيرة وهي واحدة فرحة عظيمة أنك تفرح ببنتك تحصل على هذه النقطة هذه والمعدل هذا وخصوصاً التي تشوفها أنها تستحق وبدلت واحدة مجهود كبير الحمد لله كانت تتويج بهذا النجاح ومفراء هذه النجاح كانحمدة الله وحمد حمد لا يعد ولا يحد ولا يحصى وعيد حمد لا يعد ولا يحد ولا يحصى يعني كل نعم التي أعطين الله سبحانه وتعالى ويتوجه بهذا التفوق أعجزه عylum ومتشكرون الله سبحانه وتعالى أعجزه عن ذاعه وكن شكر نتحفي على هذه المغرب ونقول tunelah يرجع ذلك وعلى المجهودات التي قامت بها والشكر للإدارة لأن الإدارة دعمتنا أن تكون الإدارة كالدعم وهو أصلاً نجاح وتميز وتعلق عملتها كامل يعني تكون تلميذة متميزة وقد لقى الدعم أي معلومة بغتها سألت عليها كيف يغفرها هي ما شاء الله لها كتبت وقد لقى المساندة والشكر لجميع الأستيلة دون استثناء الشكر للإدارة على رأسها المدير العام أستاذ جامل برهن صراحة الله وهو واحد دعمة كبرى المؤسسة ومجميع التلميذ والتلميذات معنوياً يعني سواء كان تلميذ متميز متعتر دائماً كنواحد المواكبة كنواحد الرعاية نشكره ونعيد الشكر نشكر أيضاً أستاذ أمتشار المدير ترباوي المدير أستاذ شهبون أستاذ رادي يعني جميع الأطور الإدارية بدون استثناء جميع العاملين في هذه المؤسسة والصاهرين على النظام دياله على هذا السير دياله على هذا التمييز هذا ودائماً كنقول أن أي تحقيق أي تألق رضروري يكون عامل تكامل خصوصاً في مجال التعليم وكنت مننا التعليم ديالي يزيد القدام ومستوى دياله تلميذ يعني يسمو لأن تلميذ ملكي وصلوا راهوا مع قدام هاد المملكة هادي وكان فتخروا بيهم كاملين هم أوليداتنا وكنت مننا جميع التلاميذ والتلميذات للنجاح والتفوق ولكلي مجتهدين نصيب بالنسبة للتلاميذ اللي غادي دوز استدراكية كان قولهم يكون واحد الحماس نسليفات تعلم الأخطاء إذا كانت هناك أخطاء عملموا واحد المجهود ما يكون غير خير إن شاء الله هذي ماشي نهاية العالم أنك تستدرك الأمر يستدرك يبج تستدرك الأمر وإن شاء الله يربي يكون خير وكنت مننا نجاح نولدتنا والنجاح من الجامع وأخيرا من ننسى شي الدعم الدعم يعني الكبير دي الأسرة دينا اللي كان كرر في الشخص دي الأب دي اللي هو الجد دياله سيعب السلام الطاود والأم ديالي مالي كعب الموم والإخوة ديالي والأخوات ديالي اللي هم واحد سند كبير والعائلة صراحة الله يعني قبل الانتحانات يعني واحد دعم والاهتمام والسؤال وليك يكون واحد دعم وكيكون الحمد وإلا شكري اللي على هذه النعمة أيضا كنشكر عائلات الخميسي والتوشغاني كنخاف من نسى شي واحد كل واحد قدم مساعدا بنتي كنشكره من جميع الأساتي لدونا دونا استثناء كنقول شكرا من الجميع وكنتمنى أخيرا الخير جميع التلاميات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر